اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل لما تروح وصاد الكعبة هل لما تقف تصلي هل في موقف معين او وقت معين او لما تبقى محتاج حاجة او او الاجابة اهل البصيرة اهل الطريق بين يدي الحق سبحانه وتعالى في كل لحظة في ايه في كل لحظة وهذا هو الوعي انك تعي يا ايها السالك على الطريق ان انت بين ايدين الحق سبحانه وتعالى في كل لحظة في كل لحظة مش وقت ووقت لا ده وقت ووقت ده وقت الغفلة انت لما بتغفل ما بتمقاش واقف بين ايديك لكن لو انت واعي لو انت منتبه ستدرك اذا كنت من اهل البصير ان انت بين ايه في كل لحظة بين ايديك مش الان مش الان لا 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 مش الان ده من ايام ميثاق الظر لما كنت واقف في ميثاق الظر وقع شهده قالسته بربك وبقاله بالا حضرتك قلت بالا انت من اللحظة دي وانت بين ايديك لحد مش دلوقتي لحد 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 اللانهاية ده نظرة اهل البصيرة مش الناس اللعليه ده موقف رقم خمسة وخمسين وعنوانه موقف بين يديه بيقول كده مولانا نسمع كم سطر دول اوقفني بين يديه وقال لي اجعل الحرف ورائك وانلا ما تفلح واخذك اليه وقال لي الحرف حجاب وكلية الحرف حجاب وفرعية الحرف حجاب وقال لي لا يعرفني الحرف ولا ما في الحرف ولا ما من الحرف ولا ما يدل عليه الحرف وقال لي المعنى الذي يخبر به الحرف حرف والطريق الذي يهدي إليه حرف وقال لي العلم حرف لا يعربه الا العمل والعمل حرف لا يعربه الا الاخلاص والاخلاص حرف لا يعربه الا الصبر والصبر حرف لا يعربه الا التسليم الله الله الحرف هنا يا جماعة والله اعلم هو الشكل هو الشكل حضراتكم عارفين في طراصنا الاسلامي وطراص الانسانية دائما هناك فيه اهل النص اهل الحرف النصيين اللي بيقفوا عند الحروف والكلمات ويتشبسوا بيها ويتخيلوا ان الحقيقة في داخل هذه الحروف وهذه الكلمات وهذا غير صحيح الشكل كله اللي واقف عند عدود الحرف عند الظاهر عند الظاهر الحرف ده هو الظاهر كل ما هو توقف عند الظاهر معناه ان هو بيفقد الحقيقة اللي هي في الباطل الحقيقة مش في الظاهر الحقيقة في الباطل فيه تعبير لمولانا النفاري بيسميه ما لاين قال اللي ما بيتقلش عملنا عنه حلقة فبيقول مولانا النفاري ان لم تشهد ما لا ينقال لو ما شفتش اللي ما بيتقلش تشتت بما ينقال اذا لم تستطع يا ايها السالك على الطريقة ان تدرك ما لا يقال هو في حاجات ما بتتقلش اهم الحاجات ما بتتقلش والله الكل اللي بنقوله هذا الكلام اللي نقوله مجرد اشارات مجرد اشارة لكن الشيء العميق خالص الشيء العميق خالص ما ينفعش يتقال لا تستطيع هزي الكلمات ان تحيط به ما ينفعش انك تقوله بتكلم هنا عن الاعراب العلم حرفي لا يعربه الا العمل هذا الاعراب الاعراب ده الاعراب هو البيان يعني هذا الاعلم يا صاحب العلم لا بيان له الا من خلال العمل انت عملك ايه مش مهم علمك ايه عملك ايه وهذا العلم لا يعربه لا يبين حياته الا الاخلاص وانت بتعمله ايه مظهرية يعني بتعمله تظاهر به لا ده الاخلاص هو اللي بيبين حقيقة هذا العمل والاخلاص ده نفسه ما بيأكدوش الا الصبر عليه والصبر ده لا يعربه الا التسليم التسليم ده يا جماعة قلناها قبل كده ونقولها تاني التسليم ده هو بداية هذا الطريق ونهايته هو ايه بداية هذا الطريق ونهايته ان تسلم الامر لصاحب الامر يا صاحب البصيرة تسلم الامر لصاحب الامر هو ده بداية الطريق ونهايته بيكمل مولانا وقال لي السوى كله حرف والحرف كله سوى هنا بقى بان اصدب الحرف السوى عالم السوى كل ما سوى الحق سبحانه وتعالى هو حرف هو شكل هو ظاهر هو ظاهر هو مش حقيقي كل ما سوى الحق سبحانه حرف والحرف كله سوى كل العالم الاشكال والمادة والظاهر والمظاهر اقول لكم حكا من حتى قوانين المنطق قوانين المنطق اللي الواحد درسها ودرسها هذا المنطق اللي بنتحكم فيه في حياتنا المادية كلها ده كل ده حرف ده كل ده مظاهر الحقيقة بتتجاوز بتتجاوزوا نهائيا لاهل البصيرة مش ويحنا بنتتعامل في العالم المادي باحنا نتعامل بمحتاجين قوانين العالم المادي ومحتاجين محتاجين قوانين المنطق لكن لما تتجاوز لما تتجاوز الظاهر لا تتجاوز كل قوانين المنطق تكمل مولانا اسمعوا بقى دي رجاية دي جبدي اوي اوي. قال لي تعرفي اليك بعبارة توطئة لتعرفي اليك بلا عبارة. وقال لي اذا تعرفت اليك بلا عبارة خاطبك الحجر والمضر. الله الله. اه دي يا جماعة مهمة جدا جدا لاهل الطريق. الحروف دي اللي بتشكل الكلمات وان تشكل العبارات. تضيق زي ما كنا بنقول عن حمل هذه الرؤية الواسعة. ولذلك العبارة المفتاح في كتاب المواقف والمقاطبات واللي محطوطة في بداية الكتاب. كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. هذه الرؤية الواسعة جدا جدا. تضيق اي عبارة في اي لغة انها تحتويها. وبالتالي تضيق بمعنى ان العبارة لا يمكن ان تعبر عن رؤية بهذا الاتساع. وهنا عشان نقرب الامر نذكركم باول صورة البقرة. الف لام مين? ذلك الكتاب لا ريبة فيه. هدى لمين? هدى لمين? للمتقين. هدى للمتقين. يعني انت عشان تعرف الحق كويس. لازم تكون من المتقين دول عشان الحق يهديك. يعني انت تبقى من المتقين. وبعدين الحق يهديك ان شاء الله. وبالتالي تعرفي اليك بعبارة توطئة تمهيد مقدمة لتعرفي اليك بلا عبارة. ها بينك وبين الحق بلا عبارة. ولما تعرفوا بلا عبارة يحصل ايه? خاطبك الحجر والمدر. المدر في اللغة بس هو المدن والقرى. يعني المقصوخ اهل المدر هم سكان المدن وسكان القرى. يعني ايه خاطبك? يعني حيخطبك الكون كله. الكون كله يخطبك ها كون كلها. لما هتبقى سالك على الطريق ان شاء الله هتكتشف ان الكون كله بيبعث لك رسائل. ليك انت? الكون كله ايوه الكون كله بيبعث لرسائل. ليك انت? رسائل من الحق سبحانه. هزي رسائل مش دايما بتبقى بالكلمات. مش دايما بتبقى بالكلمات. وحرجع تاني للحلقة بتاعت مالا يا نقال. الرسائل مش دايما بتبقى بالكلمات. امار احيانا بيتبقى بالاحوال والاحوال لاهل البصيرة افصح كثيرا جدا من الاقوال ولذلك مولانا محيددين ابن عاري بيعلمنا حاجة كانت مدهشة اوي وتكلمنا عنها في حلقات سابقة علم الرسائل المبثوثة علم الرسائل المبثوثة ايه ده اه كل مخلوقات الحق سبحانه وتعالى تحمل رسائل لمين لا اصحابها كل المخلوقات مولانا ابن عاربي بيقولك الدودة اللي ماشية في الارض دي الدودة اللي ماشية دي بتحمل رسالة بتحمل رسالة اللي هي لا بتحمل رسالة لصاحبها الله اعلم بصاحبها الله اعلم بس فكرة ان كل المخلوقات بتحمل رسالة وكل رسالة لأهلها اتذكر عبارة مولانا الحلاج وهو بيقول ترك موسى النبي العظيم موسى عليه السلام ترك موسى الاهل امتى بقى حين صار للحقيقة اهل لما وصل لهذا المستوى انه بقى يبقى من اهل الحقيقة ترك الاهل لانه بقى من اهل الحقيقة نكمل مولانا ان الفاري هو بيقول ان سكنت الى العبارة نمت وان نمت موت فلا فلا بحياة ظفرت ولا على عبارة حصلت مدهش مدهش مولانا لو سكنت العبارة هتبقى ايه هتبقى نمت عند العبارة ولو نمت تبقى ايه تبقى موت تبقى موت التوقف عن الحروف والكلمات عند المظاهر وعند الظاهر ده خليك تنام عندها ولما تنام تموت تموت عن ايه عن انك تواصل الغوص في الباطن في عالم الباطن زي ما قولنا قبل كده عالم الشريعة ان تعبده لكن عالم الحقيقة ان تشهده فاهل الظاهر زي ما جاي في صورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون العالم العالم بصوا حواليكم العالم كله غرق في ايه غرق في الظاهر غرق في الظاهر والمظاهر لكن الحقيقة اهل الحقيقة مش بيخشوا مش بيخشوا لمستوى الباطن والحقيقة ولذلك زي ما كان قلنا وعلمنا مولانا موعدين ابن عربي ان من لم يراه من لم يرا الحق سبحانه وتعالى هنا والان لم يرا شيئا على الاطلاق دول مش نايمين دول ميتين دول ميتين فعلا اي حياة يعيشها انسان مش شايف الحق اي حياة دي دي حياة قاعد حياته كلها منذ وجوده بيجري ويلهس وراء الحياة الدنيا ومش شايف الحق اي حياة دي خليني اضرب مشا لتبسيط هذا المعنى للناس العاديين يا جوز مش للاهل الطريقة تخيل حضرتك انسان انسان سوي كده ربنا اعطاله ام طيبة فزاق فزاق حلاوة وجمال وحنان امه انسان عاشت مع عقود من حياته طويلة هذا الانسان بيتمتع ويستمتع بحنان امه تخيل انسان اخر فقط امه في بداية حياته وعاش حياته كلها بلا ام لم يتزوق ابدا هذا الحنان المهول اللي ممكن كانت تقدمه ليه امه شوفوا بقى المثال ده وشوف الحنان الالهي الحنان الالهي تخيلوا يا جماعة ناس مش شايفين ولا بيتزوقوا الحنان الالهي اي نوع من البشر هؤلاء اي نوع بيكمل مولانا قال ليه العلم الذي ضده الجهل علم الحرف والجهل الذي ضده العلم جهل الحرف فاخرج من الحرف تعلم علما لا ضد له وهو رباني وتجهل جهلا لا ضد له وهو اليقين الحقيقي الله الله علم لا ضد له اه طبعا فيه علم لا ضد له اللي هو ايه؟ علم الشهود حضر علم الشهود عندما تشاهده لا ضد له ايه؟ ده جهل السوا علم المظاهده جهل علم الضلالات هذا العلم هو العلم الحقيقي وهو اليقين الحقيقي يقين الشهود نكمل مولانا وقال ليه؟ اذا جست الحرف اذا تجاوزت الحرف وقفت فين؟ وقفت في الرؤية اذا جست الحرف وقفت في الرؤية كل ده هذا الطريق الروحي هذا التعليم كله عشان يوصل يوصل للرؤية ولذلك قال في موقف اخر مولانا النفاري مقامك مقامك ايه؟ هو الرؤية هو رؤيتك كيف ترى الحق كيف ترى العالم كيف ترى الكون هو ده مقامك مقامك ايه؟ مقامك هو الرؤية والطريق ده طريق اهل الشهود اهل الحقيقة مش اهل المعارف النظرية اهل التجربة الروحية العيش بالله في نور الله ولله زي ما جيب سورة الانعام قل انه صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بين ايديه الوقوف بين ايديه وده جزء صغير من حكمة مولانا النفاري والحكمة كما تعلموا ضلت المؤمن ورأس الحكمة مخافة الله اشتركوا في القناة